ورحب بكل مشاهدين الكرام زميلي عادل هنا بالعاصمة القطرية الدوحة ساعة قليلة تفصلنا عن المباراة المهمة للمنتخب الوطني المغربي أمام منتخب كرواتيا كل الترقب لهذه المباراة جماهير المغربية والحاضرة إن شاء الله في المباراة في كل شيء يمكن أن نقوم بأنه الظروف مواتية حتى إن شاء الله المنتخب الوطني المغربي أنه يؤدي مباراة كبيرة تتابع هذا الجمهور اللي معي ولكن كذلك معي واحد من الأطر الوطنية الحاضرة هنا بقطر هشام زاهي الإطار الوطني والمدرب الحالي لفريق الشمال القطري وواحد كذلك من لعبين صابقين للفريق الفتح الرباطي مرحبا بك هشام سهلا وشكرا للاستضافة ومرحبا بالجمهور الكريم بالفعل الجمهور اللي غادي هو اللي غادي خلق الحادث غدا إن شاء الله هشام مباراة مهمة للمنتخب الوطني المغربي ترقب كبير كما قلت ساعات قليلة تصلنا على المباراة كيفاش تشوف المواجهة الأولى خصوصا في نهائية كعس العالم أعتقد أن المنتخب المغربي جائز إن شاء الله خاصة أن المنتخب السعودي يقدم صورة مشرفة فالمطلوب حاليا من المغرب وصار لعب تأقيل عليهم خاصة بحضور الجماعي المغربية لدائما من سندافة نفس اللي قلت المرة الفريطة أنه جاءت دور على المنتخب المغربي بشر رجع الجميل للمنتخب المغربي اللي يصبر عليه الفترة اللي طافت وإن شاء الله يارب العالمي قدموا صورة طيبة وإن شاء الله كنا تيقى في المدرب وفي اللاعبين إن شاء الله وفي الجهاز الفني كاملا نعم قلت المدرب خصوصا بأنه تابعنا تصريحات ذي الوليد القراغي اليوم خلال الندوة الإعلامية كذلك عميد المنتخب الوطني المغربي غاني مسيس هناك تفاؤل كبير لدي المدرب وليد القراغي ودي الغاني مسيس وهذا يعطينا رسائل إن شاء الله بأنه ننتظر نتيجة إيجابية بسبب المنتخب الوطني التفاؤل لازم يكون حاضر لأنه فعلا المناسبة غالية ومضارة يعني الحضور ما رح يتكرر مرتين خاصة في دواحة الخير والحمد لله اللي نجح في التنظيم والنجح في كل شيء فلنتمنى أن اللاعبين يدخلوا بمسؤولية وعيين الحمد لله ويقدموا النطلوب منهم وكيد رب العالمين غير يوفقهم خاصة نفس اللي قال المنتخب الكرواتي يعتبر الوصيف من النسخة السابقة المفروض أن ما نستهنوا به وإن شاء الله يا رب العالمين كنا تيقى في اللاعبين مرتين وإحنا كجمهور وكأطر في النياح وراء المنتخب المغربي وإذا ولي شفنا بأن كل أطر الوطنية خاصة المتوجدة بقطر تساند المنتخب المغربي قلت هذه النقطة تخوف من كرواتيا باعتبار أنه وصيف البطل أنها زمت خلال النسخة الأخيرة لروسيا أم من المنتخب الفرنسي وإن هذه أمور لا تخوش من هنا يدخلوا المباراة يعني الإمكانيات التي عند المنتخب الوطني هو الإعطاء الحق لكل ذي حق حق شيء مطلوب يعني كرة القدم متغيرات ما سيحدث غدا إن شاء الله في علم الغيب لكن المطلوب من المنتخب المغربي أنه يقدم الصورة المطلوبة لقي تالية خاصة أنه كان حاضر في المباراة الأخيرة الودية وقدم صورة طيبة ومشرفة والجمهور المغربي متفاعل خاصة من ناحية تشكيل الذي دخل في كل المباراة الودية أعتقد أنه رجوع الحمد لله للفريق حتى ويمكن يكون إضافة إن شاء الله ويا ربي إن شاء الله يوفقنا فوز المنتخب السعودي أمام المنتخب الأرجنطيني وش نقول بأنه فتح الباب للمنتخبات العربية كذلك المنتخبات تونس يتعادل كان مهم جدا وش غده يكون يعني يفعل خير بسبب المنتخب الوطني أعتقد أن الناس كانت متفاجئة من نتيجة أنا بالعكس كواحد لي شاف المباراة أعتقد أن فوز مستحق بالنسبة لفريق المنتخب السعودي ومن هذا المنبر كان وجه لهم تحية شكر وتقدير على المشهود مالهم داخل الملعب والصورة الطيبة التي قدموها على المستوى من المنتخبات العربية وإن شاء الله المنتخب التونسي كذلك قدم صورة طيبة وإن تمناه أن المنتخب المغربية يأخذ العبرة ويقدم لنا الصورة أفضل من اللي يشفنا اليوم ويقدم نتيجة إ��� pel passe إن شاء الله أداء وإن شاء الله ما هي النتيجة التي تجم الآن؟ صعب التوقع لأنك كرة القادمة منكم خلال ربع ساعة الاولى لا يمكن الله أعلم أن نقولك النتيجة ولكن حاليا صعب tasty شكرا لك الإطار الوطني شمزايد كما تتابع زميلي عادل هناك عدد من الجامعاء كذلك اللي غاد نعطوها حقا من خلال نتابعوا نطبعات ديالها قبل كما قلت اللقاء المرتخب أمام منتخب الكرواتي بغينا الحماس غدا إن شاء الله بغينا الحضور كيف تشوف المباراة؟ إن شاء الله تكون مباراة هي ماشي سهلة في الأول ولكن كانت منها ويكون المنتخب يكون في الدهن دياله حاضرين وإحنا تايقن في ولد الرقراجي في اللعبة الأوليدة إن شاء الله ويقدمون نتيجة جيدة إن شاء الله ويلعبوا بأرياحية نحن في عرص كوراوي في أرضنا كما تقول رقراجي لعبين في الدار لعبوا مرتاحين مكان لوا دغوطات الأول وإن شاء الله مربوحة كيف تفاؤل المباراة؟ تفاؤل إن شاء الله كبير وإحنا وراء الأسود إن شاء الله ما يخموش من الناحية يعني ثلاثي لأربعين ألف جمهور مغربي غا تكون حاضرة في التيران بحول الله تحتاج إلى عرصة جيدة ومع شوية التركيز في العمل وتطبقوا بالإنستركيان وإلا تكون إلا الخير إن شاء الله وإلا يصر الله نحن احضروا رأيي من الدين السويلي غا يكون كذلك حضر في المباراة كيف تشوف اللقاء أمام متخب كرواتيا؟ أكيد ننتقل كاملا بالمتخب غا ديربح إن شاء الله وحنا نشجعهم وإن شاء الله نفوس لنا ربحين ربحين إن شاء الله لا تريد أعتقد أن أجواء ستكون حماسية بملعب البيت غدا بداية ساعة 11 صباحا بالتوقيت المغربي ساعة الوحدة ظهرا بالتوقيت العاصمة القطرية الدوحة وسنكون مع الجمهور الكريم من أجل المتابعة كل كبيرة وصغيرة وكل كواليس الخاصة بها المباراة عودة إلى إكزاميل عاديل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر